السلام عليكم يا أصيقاء أعودت لكم بمقطع جديد من لعبة جيتا افايف وسنجرب في حلقة اليوم ذلك هو الكوغر نعم جاي جاي يا هندي الكلب هل شايتمو يا أصيقاء جاي ستموت ستموش يا ايو الكوغر ضربته في الرجلين فمات سقطت في الأرض أوه لم يموت بعد ماشا الآن جيد جدا يا ايو الكوغر يا ايو الغبي لقد قتلتني في لعبة ريد دي دري دمشن توميرار وتكرارا أتريد أن تقتليني كذلك في جيتا افايف لن أسمح لك شاهدني الكلب وجاء جاء بصمت اعتقد بأنني لم أراه المهم في هذا المقطع سنجرب أحد الطائرات العملاقة جدا هل تذكرتم طائرات الكارغو بلين التي استعملناها أثناء تختمين لعبة جيتا افايف وقمنا بسياقة طائرتنا وسط منها وحاولنا سرقة السلاح من العسكر لكن مع الأسف استطاعوا الهجوم علينا وأنزلوا تلك الطائرة في الماء قمت بعمل تجربة وحاولت منع تلك الطائرة من الغرق والنزول في الماء وحدد الشيء ريب جدا أنصحكم أن تشاهدوا تلك التجربة إذا لم تشاهدوها بعد في هذا المقطع سنحاول تجربة الطائرة أكبر خمس مرات من تلك الطائرة طائرة الكارغو بلين العملاقة وهذه ستكون أكبر طائرة في تاريخ جيتا افايف تخيلوا بسبب حجمها الكبير لا يمكنكم أصلا سياقتها والطائران في المطار لا يمكن في إمكانكم إنزلوها لكن إذا أردتم سياقتها لكي تطيروا فلا يمكن تحتاجوا لمطار يشبه تقريبا خريطة جيتا افايف كلها لكي تستطيعوا الإقلاع نحتاج لمطار كبير جدا يمتد طوله ما بين جبل مونت شلياد وهذا الجبل الآخر نسيت صراحة ماذا يسمون هذا الجبل مونت جوزايا مونت جوزايا نحتاج لمطار يمتد طوله بين مونت شلياد و مونت جوزايا لكي نستطيع يا أسيقى إنزال تلك الطائرة لكي تتخيلوا فقط طولها والآن بعد ما ذكرت لكم هاتي الأمور سنغير لتريفر ببساطة لأن تريفر معروف بسياقته الجيدة جدا للطائرات وكذلك الهيريكابترز وبعدها سننتجي نحو مطار لوسانتوس وهو في الفانيلا يونيكورن وجدت تريفر سكرانة وسط من اليونيكون شيء شيء بالكاد يستطيع المشي لقد اخترت شكيت تريفر لكي تسوق طائرة لماذا أنت سكرن الآن سأنتظر قليلا حتى تعود الذاكرة وبعدها سنتجي نحو مطار لوسانتوس نهاء ندى وصلت لمطار لوسانتوس شاهدوا معي هاتي الطائرة التي ستنزل الآن شاهدوا حجمها حجمها لباسة بيوية تعتبر طائرة كبيرة كذلك خاصة بالمواطنين حجمها كبير والآن إذا استدعيت الكارغو بلين شاهدوا من الذي سيحدث يا صيخة سأحاول الابتعاد واستدعاءها هنا في هذا المكان لكي لا نزعج أي أحد نأتي هنا لفيكل اوبشنز فيكل سبونر بعدها نأتي للبلينز وسنختار الكارغو بلين شاهدوا يا صيخة لقد علقت أصلا وسط من الأراجاتهم لكي تعرفوا تتأكدوا بأن حجمها كبير جدا لم نستطع وضعها بالشكل الجيد إذا حاولت التحرك لا يمكنني من الممكن أن تنفجح لهذا السبب سأستعمل لأنني لا أريد أن أموت في بعض الأحيان إذا ميت أثناء استعمال هذه الموضات الخيالية جدا فإن اللعبة ستتوقف علي الخروج والدخول مرة أخرى للعبات إذا حاولتم تغيير لي لا يمكنكم أصلا رؤية الزجاج بسبب أن حجمها كبير جدا في إمكانكم رؤية فقط المقوات لا أنصحكم أن تسوقوا باستعمال شيء تريفر صغير جدا أكبر بكثير من تريفر المهم أن هذه الطائرة فإنها عملاقة جدا حتى إذا ضغطتم على الخروج فلا يمكنكم الخروج بطريقة جيدة شاهدتم لقد دخلت الآن وسط منها حجمها كبير عملاقة لن تتخيلوا شاهدوا يا أصدقاء شكلها حجمها عملاق سنقوم بالعديد من تجربة إن شاء الله في حلقة اليوم سنستدعي هذه الطائرات الخاصة بلمسافرين ونقوم بتستفيا في هذه المنطقة لكي نقارنها مع هذه الطائرة الكبيرة جدا ونكتشف كم سنحتاج من طائرة خاصة بلمسافرين اللي كي نصلها لطول هذه الطائرة وكذلك سنحاول تجربة مثلا طائرة صغيرة مثل هذه وسنكتشف كم سنحتاج من طائرة صغيرة اللي كي نصلها لطول هذه الطائرة العملاقة جدا الآن سنستعمل هكذا لا أستطيع حدفها لا أستطيع حدفها يا أصدقاء أريد حدفها هذه هي تفجيرها سنحاول تفجيرها لا اعتقد بان في امكاني تفجيرها. قد علاقت. كأنها غير موجودة ها. انا الان احاول اختيارها كأنها غير موجودة يا صفحة. ساعطي لي نفسي سيارة فقط لكي اكتشف اذا كانت غير موجودة فانني سأتابع عملي وسأتجاهلها. اذا استطعت سيقى وسط منها. نعم لقد اختفت كأنها غير موجودة الان. مشاهدتم. بما ان حدشت لها قليت اسفل من الارض لقد اختفت يا اصدقاء. برغم من ان شكلها ظاهر فانها غير موجودة. بالفعل بعدما بتعنت وعدت لقد اختفت. هل شاهدتم? الاستراتيجية كي تستطعوا سياقة هذه الطائرة كما قلت لكم تحتاجون لمطار عملاق جدا لكي تقلعوا بها. الاستراتيجية التي فعلتها لبارحة عندما نصبت هذا الموض هي انني اضطرت للسماء هكذا. حتى ظهر تقريبا فوق من السحاب. بعدها نزلت استعملت لموضات واعطيت لنفسي تلك الطائرة. هذه الاستراتيجية التي عليكم فعلها انتم كذلك اذا نصبتم هذا الموض. ستجدون رابطها في بطبيعة الحال لمن يريدوا تجربتها وتنصيبها. نأتي هنا للكارغو بلين. اذا عطيتم لي نفسكم الكارغو بلين في السماء ففي مكانكم سياقة شواء شاتهم. المحرك الان لقد يشتغل. وليك تستطيعوا سياقتها بشكل جيد عليكم التحويل للفورت برسن. وليس كذلك السيكند برسن. الفورت برسن لا يمكنكم رؤيتها اصفاء الطريق. لهذا سبب الله انصحكم ان تستعملوا. استعملوا الفورت برسن. الان سنحاول نزول فوق من المطار. برغم ان طريقة نزول ستكون صعبة جدا. لن تتخيلوا. صراحة الشخص الذي صنع هذا الموض. انه ذكي وغبي في نفس الوقت. كيف جاءتك هذه الفكرة بدون ان تأتي اياك فكرة صناعة مطار عملاق. يشبه هذه الطائرة تقريبا لها منصة يا اصدقاء سياقتك. ارجوكم لا تجوموا علي لا تجوموا علي ارجوكم. انا اعلم انني احضرت لكم طائرة كبيرة جدا وعملاقة. اوه هل نزلت? نعم لقد نزلت. نزلت واعتقدت بانني لم انزل. الحمد لله الحمد لله نزلنا. ايسنا نعود قليل الوراء. الان في امكاني سياقتها. جناح وعملاق كثيرا. اوه نزلنا الان جميل. ليستعمال لكي انزل منها بشكل جيد. هذه الطائرة يا اصيقاء عجيب جدا امرها. والان بعد ما نزلت اتوقع لن استطيع الصعود. نعم لن استطيع الصعود مرة اخرى. وهذا يدل على ان الشخص الذي صنعها لقد برمجها. اذا نزلتم منها فلا يمكنكم على اسف شديد سياقتها. هي ظاهرة الان وفي نفس الوقت هي غير ظاهرة. سنغيرت وقيت للواحدة. لكي تبقى الشمس. لا اريد ان يحل الظلام. والان سنبدأ التجربتنا يا صفاء. وسنكتشف كم سنحتاج من بالون. نبدأ اولا نتجربة بلو بالون. كم سنحتاج من بالون لكي نصل لطول هذه الطائرة العملاقة جدا. صراحة وجدت صعوبة في تستيفاتي الى بالونات لان دائما يا اما الطائرة تختفي يا اما البالون يختفي. لهذا السبب استعملت هذا البالون الاخر في الضفة الاخرى. وفي نفس الوقت سأحاول اضافة بالون الزيرو بلمب لان بالون الزيرو بلمب لا يشبه البالون الاخر من ناحية الطول. اوه لقد فجرت تلك الطائرة بالوناتي. مع الاسف علي اعادة وضعها. كما قلت لكم بالون الزيرو بلمب اوه مرة اخرى انفجار هذا البالون. دائما تحدث لي معي هذه المشاكل. وهي لقيم تجربتنا على السريع قبل ان ينفجر لان انفجر مرارا وتكارا. كررت العملية كتيرة حتى مللت. شاهدوا يا أصدقاء شاهدوا. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. نحتاج لتمانية من بالون زيرو بليمب لكي نستطيع الوصول لطول هذه الطائرة العملاقة. ونحتاج لواحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ونحتاج كذلك لتمانية من من الممكن ان نقل سبعة ونصف من لاني لم اساتفهم بشكل جيد. واذا قارنتم مع فان الاطوميك بليمب اطول شيء انما من الآن ساحذف تقريبا جميع هذه البالونات. وبعدها سنجرب اصغر طائرة عندنا لحد الان في لعبة جيت اي فايف. اصغر طائرة اكتشفت ما منا حيات الطول هي هاته. اسمها ال ال اف اتنان وعشرون ستيرلين. من الممكن ان تشبه طائرة اخرى لكن اعتقد بان هاته هي اصغر طائرة لحد الان. قلوا لي في الردود كم سنحتاج من طائرة من هذا النوع لكن استطيع الوصول لطول هذه الطائرة العملاقة في لعبة جيت سأترك لكم المجال الان قبل ان اعود لكم واظهر لكم النتيجة. وهانذا اقتراج من الانتهاء الان. احتاج لطائرة واحدة فقط. وبهذا سنكون قد انتهينا. اشاء توم. كيف سنستطيع حساب هذا العدد لهائل جدا. عدد طائرة التي وضعتها فانها لن تصدقوا. عندي تقريبا في ستة وسبعون. واذا لم نحسب هذه السيارة فانها خمسة وسبعون. يعني ما يقارب خمسة وسبعون طائرة يا اصغر. تحتاجون لخمسة وسبعون طائرة لكي تستطيع الوصول لهذه الطائرة الكبيرة جدا. هيا سنحسبوها الان لكي نتأكد واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد عشر اتنا عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر تسات عشر عشرون اربعون بعد حسابي وجدت تمانية وستون تمانية وستون طائرة صغيرة لكي نستطيع الوصول لطول هذه الطائرة واو عدد هائي جدا لن تتخيلوا عدد هائي جدا من طائرة صغيرة يا ثقة. سأستمر في حدف هذه الطائرات. لانني لا احتاجها الان ولكي لا يحدث كذلك خلال في اللعبة. لهذا من الجيد حدف هذه الطائرات بعدها اظهر مزيد من الطائرات. العدد هو تمانية وستو لانني بعدما حدفت تلك الطائرات ظهرت لي مزيد من ومن بينها الخاصة بهذه الطائرة وستة اخرى. كذلك تلك الطائرات التي انفجرت لازالت تحسب لهذا السبب عندنا ذلك العدد. الان طريقة الحساب ستكون سالة. عدد الانتزيز الاجمالي سننقص منه سبعة وسنعرف العدد. في هذه المرة ساختار اكبر طائر عندنا لحد الان وهي طائرات المسافرين. وهذه ستكون هي اخر تجربة. وهيالك نكتشف. اتمنى الا تنزل الطائرة الان اذا نزلت سيحدث انفجار كبير جدا في هذه المنطقة. طائرات المسافرين من السال وضعها. سنحتاج تقريبا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سنحتاج تقريبا سبعة طائرات للمسافرين. من الممكن ان نقول ستة ونصف. نعم ستة ونصف. لان حدود الطائرة العملاقة هنا. شاهدتم انفها وصل تقريبا لنصف من هذه الطائرة. ستة ونصف من الطائرات الكبيرة العملاقة لكي نصل لطول هذه الطائرة. طائرة الكارغو. اطول طائرة لحد الان في التاريخ في امكانكم انزلها لكن لا يمكنكم الاقلاع باستعمالها معلسف. بسبب طول هالعملاق. سنحتاج لما يقارب ستة مطارات. يعني سنحتاج لهذا المطار بالاضافة لاربع مطارات اخرى يتم بناؤها هنا في هذه المنطقة فوق من البحر. وبهذا فاننا سنستطيع الاقلاع باستعمال هذه الطائرة. عكس هذا لا يمكنكم الاقلاع معلسف شديد. واو. شيء رهيب جدا صراحة يا اصدقاء. الان ساجرب سياقتها لاخر مرة. لكي تكتشف طريقة سياقتها. جيد في امكاني كذلك جمع العجلات. وهذا امر جميل. سرعتها ليست خيالية كثيرا صراحة. بالنسبة لطولها سيساعدها لكي تسافر مسافات طويلة في وقت وجيز. برغم من انها ليست سريعة كثيرا. واو. طائرة عيمة لا قصراحة يا اصدقاء. كبيرة من الصعب سياقتها. وهذه هي اكبر طائرة في تاريخ لعبة دايفاي. واعتقد بانني ساودعكم الان يا اصدقاء. اتمنى ان المقطع الخاص بليوم اعجبكم. اعجبكم فلا تنسوا ودعمونا بالتقطع. عزيزي الله. ونشروا مع سيقائكم. نلتقي ان شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم. ورحمة الله. شاهدها. لقد تركتها. هل ستنفجر؟ هم ماذا سيحدث لها بالطبط. سانتظر وهو ساكتشف. اه هي نازل 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 الان. نزلت. لا لم تنفجر. دخلت وسط من العالم بدون ان تنفجر. وحجمها صراحة كبير جدا وعملاق. طائرة عيملاقة جدا يا صدقاء. لا تتخيلوا. ترقبوني ان شاء الله بالجديد في لعبتكم لعبة جتيف فايف. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة.